الحقيقة يعني اتخطفنا كلنا لما شفنا هذه الانشاءات الرياضية بالصورة دي المشهد كان عظيم يمكن الناس كتير ما كانوش يسمعوا عن المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة فانحنا نشوف انها خلصت والمنتخب بيتضرب هناك قبل ما يروح لكوتفار الاسبوع اللي جاي ونشوف ازاي المدينة معمولة على طيراز عالمي تضاهي مثيلاتها في الدول الأوروبية وفي العالم كله الحقيقة ويمكن ده عهد جديد مصر بتدخله في الانشاءات الرياضية وبتدخله من باب كبير مدينة كاملة تطابق المواصفات العالمية ونقدر بيها النافس في مجال المنشآت الرياضية والحقيقة انه الاستثمار في الرياضة استثمار متعدد الفوائد واستثمار بتقوم به اكبر الدول المتقدمة فانه مصر تدخل هذا المجال ده شيء مهم جدا ندخله كمان بمدينة يعني بهذا المستوى ويمكن حضراتكم تبعته الصبح اللعيبة ووجود المنتخب ويمكن ده خير افتتاح للمدينة الأولمبية بوجود المنتخب الوطني وزيارة سيد رئيسه ودعمه وتشجيعه ليهم قبل ما يسافروا كاس أمم أفريقيا وزي ما حضراتكم بتتابعوا معانا على الشاشة هذه الزيارة ويعني الحقيقة كان حديث مش بس حديث مصري لا حديث يمكن على مستوى أفريقيا هذه المدينة لمصر تنافس بيها وتستقبل بيها يعني منافسات رياضية عالمية لانه لازم نمتلك هذه الامكانات ولازم نمتلك هذه القدرة لانه الحقيقة بلد ما تستحق فالواحد كان سعيد جدا باللي بيشوفه ده سعيد جدا بالخدمات اللي موجودة داخل المدينة الأولمبية اللي تؤهلنا ان احنا نكون موجودين في هذا السوق الرياضي لانه ده استثمار كبير ده موضوع مش مدينة أولمبية بس للتدريب وغير 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 ولا ده موضوع الاستثمار فيه استثمار رابح ومتعدد الأوجه الحقيقة بكل تأكيد وهنا موجود المدينة دي بيأكد رغبة الدولة المصرية في انها تكون دايما في تطور دايما نكون بنشتغل رغم اي ظروف لكن احنا بنشتغل وحيلا كتير الشغل ده بيبقى مفاجأة لانه زي ما كنت بقول لكم مش كتير مننا كان يسمع عن هذه المدينة الأولمبية